اشتركوا في القناة وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون لسنة 2020 بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن استجل التجاري وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى كما وافق مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018 وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة الموقرة هذا ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2021 وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى طبعا اليوم تم مناقشة قانون تجاري المادة 175 والحمد لله تمت الموافقة عليه بأغلبية من المجلس وهذا إن شاء الله بيخدم الشركات واحدة المقاونين المهمة وفي تحديد في مقابة أفضل المرسات اللي إن شاء الله بتنعكس على قطاع التصادي من ميكة البحرين للمانا كانت تفاعل بشكل عام سواء كان من النواب وإيضا من الحكومة وإيضا من اللجنة المالية اللي إحنا كنا مقدمين وإنا مقرر كنت في هذه اللجنة هناك تفاعل كبير وهناك لا شك نحن متأكدين أن هناك بيكون هناك في إيجابيات بتنعكس على الشركات المغفلة حيث هناك تتحول حق المقاصة في شركة البحرين المقاصة فهناك بتكون هناك فيه كثير من المتيازات اللي بيخدمهم في التوسعة في أمور بتكون أكثر استقرار لهم تم الموافقة اليوم على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وقد جاء هذا المرسوم بقانون متوافق مع الاتفاقيات الدولية والتي تقلل وتسد الفجوة في التمييز وخاصة في العمل بين المرأة والرجل في القطاع العملي وجاء هذا أيضا ليعزز التنافسية بين المرأة والرجل وسوف يرفع من ترتيب مملكة البحرين في التقرير الدولي للمرأة والعمال والقانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر